هذا وقد عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعا شارك فيه عدد كبير من رؤساء وأماناء الأحزاب وممثليهم خرج الاجتماع ببعض توصيات منها التي تخص المواطنين ومشاركتهم بالانتخابات الرئاسية القادمة كما أكد تحالف أهمية توعية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه لفترة رئاسية جديدة المزيد يطلعن عليها زميل كارين بيبرز مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل اليوم عقد تحالف الخاص بالأحزاب المصرية هذا التحالف الذي عقد هذا المؤتمر اليوم لأول مرة ليتحدث فيه عن آخر الإنجازات التي شهدناها في عصر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تحدث اليوم الاجتماع بحضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب وأمناء الأحزاب تحدثوا اليوم عن آخر الإنجازات التي شهدناها خلال الفترة الماضية وأيضا خرجوا ببعض التوصيات من هذا الاجتماع ولكن ربما تم تقسيم هذه التوصيات لعدد من المراحل المرحلة الأولى كانت متعلقة بالمواطن المصري كيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية القادمة وأليات أيضا توعية المواطنين في التعامل مع الانتخابات الرئاسية كانت المرحلة الأولى والخطوة الأولى هي توعية المواطنين وأهمية دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيا كان المرشح الذي سيختاره المواطن فعليه أن يشارك في هذه الانتخابات لأنه حق دستوري وهو حق أيضا تحقيق هذا الحق الذي عن طريقه يتم تحديد المصير والفترة الرئاسية المقبلة كانت هذه النقطة الأولى النقطة الأخرى أيضا كان الحديث حول الإنجازات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية من البنية التحتية ومن المبادرات المختلفة مثل حياة كريمة للتهتم بالمواطن بشكل مباشر النقطة الثالثة أيضا هي كانت تفعيل المقرات الخاصة بالتحالف الخاص بهذا الأحزاب تفعيل هذه المقرات لاستقبال الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح عبد الفتاح السيسي كان هناك تفرقة ما بين الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويده للتعامل مع جميع الأمور التي تتخص أمن وسلامة الجمهورية وأمن وسلامة الأرض وأمن وسلامة الوطن حتى في التعامل مع المآسي التي تحدث مؤخرا مع الشعب الفلسطيني وكيفية التعامل مع هذه الإجراءات تم تفويد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الإجراءات المتواجدة الآن